السلام عليكم مشاهدينا كرام اهلا ومرحبا بكم في قناة وبرنامج متعة المعرفة المتخصصة في تقديم كل ما هو افضل للتمتع بساحة جيدة حادثنا في هذه الحلقة عن واحدة من الخلطات المعروفة في الطب التكميلي او الطب البديل باسم مصنع الفوئد العظيمة وهذا راجع لما تحمله من خصائص فريدة من نوعها الا وهي خلطة الثوم المخلل في الليمون وسأقدم لكم الطريقة الصحيحة والصحية لتحضيرها واكيد مع الفوئد التي تحملها في طياتها ابقوا معنا لمعرفة كل هذا فاصل ونواصل يعتبر الثوم مفيدا جدا لصحة الانسان فهو يعمل على معالجة الالتهابات الفطرية كما يقوم بتجديد خلايا الجلد ويحمي الشخص منها شاشة العظام كذلك يعالج السعال وأمراض الصدر وغيرها من الفوئد المفيدة للجسم أما الليمون فهو الآخر لا يقل شأنا عن الثوم إذ يشمل مركبات وعلاصر تعمل بدورها على تقوية الجهاز المناعي وتنظيف الجسم من السموم كما يعد واحدا من المكونات الطبيعية الهامة لمحاربة التهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبيكتيريا وعند خلط المكونين معا أي الثوم الليمون سنحصل على خليط مفيد جدا للصحة بشكل عام وحماية الجسم من كل ضعف أو وهن يمكن أن يصيبه كما يقيم من أمراض عديدة نقوم في الخطوة الأولى بوضع فتحات في حبات الثوم حتى يتخلل فيه الليمون جيدا وهذا أكيد بعد تقشيرها ثم نضع حبات الثوم في علبة زجاجية ونضيف عليهم عصير الليمون وبعدها يوضع داخل قماش أسود حتى لا يدخله الضوء ويتم وضعه في زاوية من المطبخ لمدة ما بين عشر إلى أربعة عشر يوما وفي هذه المدة يجب تحريكه كل يوم مرة واحدة حتى يتجانس مع بعضه الثوم المنقع في الليمون يقوي جهاز المنع في الجسم لأقصى درجة ويقضي على جميع أنواع الحساسية خصوصا حساسية الجلد الناتج عن التوتر والأوعية الدموية ويعالج ويحمي من اتهابات وانسداد الشرايين ويقوي عضرة القلب يفتت حصوات الكلا والمرارة ويقضي على السموم المتراكمة في الجسم وللاستفادة من كل هذا ما عليكم سوى بتنور حبة واحدة من الثوم وهذا بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة وشرب الماء بعدها مباشرة ويفضل تناولها على الريق ويجب يخلاق العلبة بإحكام وتغطيتها ويمكنكم بعدها تناول بضع أوراق من البقدونس أو النعناع من أجل التخلص من الرائحة المزعجة للثوم كانت هذه أهم فوائد الثوم المنقوع في الليمون وأضرب لكم موعد في فيديو قادم ومع المفيدة إن شاء الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الدغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها شكرا لكم على المشاهدة إلى اللقاء